انطلقت اليوم الاحتفالات المركزية بالذكرى الخامس والعشرين لتوحيد شطري ألمانيا الشرقي والغربي رغم التقدم الاقتصادية الذي أحرزته ألمانيا في حقبة ما بعد الوحدة إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية كما ذكرت ذلك اليوم المستشار الألماني أنجيلا ميركل المنحدرة من ألمانيا الشرقية اليوم وبعد 25 عاما نحن نواجه تحديات كبيرة وقضية اللاجئين تعتبر أهمها في هذه الأيام وأنا أذكر مرة أخرى أننا في ألمانيا لا يمكننا حل المشكلة لوحدنا لن يتم ذلك إلا بمساعدة من أوروبا وجميع دول العالم وبتوزيع عادل للمهام ميركل حضرت رفقة رئيس الألماني يواخيم جاوك احتفالا ضخما في دار الأوبرا القديمة أقيم بهذه المناسبة في كلمته التي ألقاها أمام الحضور قال جاو كان هناك مشاركات كثيرة بين عمليات توحيد ألمانيا قبل 25 عاما وبين اندماج اللاجئين اليوم